طيب خلينا نبلش اول اشي بيطاقتك يا برج الجوزاء في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك انت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزاء فانت مركز كتير ورح تركز اكتر على حالك انه عم شوف انه انت ممكن حسيت انك عطيت كتير لها العلاقة ولها التواصل فانت مركز حاليا اكتر على حالك ايضا عم شوفك عم تحس انه الاشي اللي ساويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين او اشي معين انا عم شوف انك راضي عنه وعم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر مركز على جانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصحة الافضل لحل الامور انه انت تركز على حالك تشتغل على حالك تطور من حالك انه مش مش كل اشي في عندك القدرة على حمل مشاكل في بعض الاشي انت لازم تشتغل عليها جو حالك وهو لازم تشتغل عليها ايضا جو حاله فعم شوف في المستقبل انت عم تفكر لسه باستقرار بدك اشي مستقر بدك على الناحية العاطفية او من الناحية العاطفية بدك تكون اسره ولكن عم شوف انك بالمستقبل ناضج اكتر لانه عندك بكروتك او بالطاقة الحالية عندك اغلب الكروت شخصيات صغار او شخصيات غير ناضجة او غير متشور عقليا ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين queen of wands و queen of swords فبيبين انه انه انت من خلال self love self healing من خلال الشفاء الذاتي رح توصل الى مرحلة اللي انت تكون فيها ناضج فكريا يعني حتى بحكمك على الامور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة رح يكون منظورك منطقي اكتر رح يكون منظورك لوجيكل اكتر او في حكمة اكتر لانه انت مركز على الجانب الروحاني ايضا فاي قرار رح تختاره مش رح يكون قرار بناء على على يعني قرار متهور مش رح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب او للشريك رح يمر بتغيرات هالشخص و عندك ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها او ايضا بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص يعني في عنده the devil فهالشخص من جوع بيعقل الباطن في عنده عادات لازم يتخلص منها اشياء لازم يتخلص منها دويل في عنده تغيرات لابد من انه تصير ولكن هو عم شوفه بده يحكي لانه ace of swords تواصل eight of ones ايضا تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عم شوف بخطواته بالمستقل ايه عنده نية انه هو يحكي معك والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة اكتر يعني رح يحاول يرمم الامور اللي بينكم او يصلح الامور بينكم بانه يكسبك كصديق قبل ما انه يكسبك كحبيب لانه هو بيشوف انه هاي هي الطريقة الامثل لحل الامور ممكن يكون التغير التغير بالسلوب الحكي معه انه رح يحكي معك بطريقة مش كتير أو ما فيها كتير غزل او مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب صداقة اكتر انه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق كصديق قبل ما انه تكون حبيب ايضا ايسوف سولد تواصل رح يكون في اشي رح يعترف فيها الشخص في عنده اشي بده يعترف فيها الشخص بده يحكي فيه طيب بنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل في حدا في طرف لانه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففي طرف عم يتبنى طاقة او شخص دائما بيحكي الى الطرف الاخر انه انا مظلوم دائما انت دائما تظلمني انت دائما بيتخذ هالطريق طريق انه يحسس الطرف الاخر بالدمب ايضا عم يشوف اغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of pentacles 4 of pentacles 8 of pentacles يعني اوراق جميعها مادية هون او ارضية فالطاقة بينكم الطاقة الارضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيء ايضا رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين باظهار المشاعر بينكم رح توصلوا الى مرحلة تحسوا فيها انه فعلا انت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن امشوف فيه فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر انه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب انه الامور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني انتو فهمتو امشوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى فولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف لابد انه يكون فيه مساحة للك مساحتك انت الخاصة ومساحة له مساحته هو الخاصة فعمشوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود ايجابية يعني هي حدود مش سلمية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى انه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الاخر ايضا عمشوف فيه شراكة بالشول تواصل بينكم رح يكون افضل فيه عندكم رح يكون مواضيع اكتر تحقوا فيها التواصل رح يكون صريح اكتر مش رح يكون فيه مشاكل اكتر يعني واستحقوا مع بعض فيه نوع من النضج لحل المشاكل حتى لو فيه مشاكل رح يعني تتناقشوا توصلوا الى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم فيه شراكة بالشغل انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك هاي بتعتبر شراكة في المجهود لانه انت عم تحاول تحسن منها العلاقة وهو عم يحاول يحسن منها العلاقة اللي حلو صراحة بخضوات المستقبل الطاقة طاقة المستقبل جميعها الحلو فيها انه عم شوف فيه نضج كتير كبير بينكم بيبات من بطاقتك انت برج الجوزع عم شوف انه فيه نضج كبر بحل الامور فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة او حاليا ممكن انت اريدي عم تفكر بهالاشي جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني اي قرار رح تتخدوه رح تفكر انه للمستقبل عم شوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما انه انت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي هي طريقة اللي لح تتصلحوا العلاقة فيها وتكون افضل اوكي حبار ببرج الجوزع عم شوف حاليا انت عم تركز على عم تركز على كيف تشافي حالك كيف تداوي حالك مركز اكتر عم تهتم بصحتك اكتر عم تهتم بحالك اكتر عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الامور او للعمل مع الامور عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الامور ايضا من الناحية المادية عم شوف انه انت مركز اكتر من الناحية المادية في عندك حاليا عم تحس بردى ردى نفسي عم تحس انت بالوضع المادي وايضا بالوضع العاطفي عم تشتغل اكتر ووصلت الى مرحلة انت عم تحس فيها بالردى النفسي عن وضعك المادي ممكن عم تفكر بانك تتطور اكتر من الناحية المادية وايضا من الناحية العاطفية ولكن انت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير عم شوف فقط من الناحية العاطفية او للبعض منكم من الناحية المادية لانه فيها عندك اوراق مادية كتير طلعات فمبين انك مركز اكتر على الوضع المادي ولكن البعض منكم عم شوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل من جهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت ردك ياها البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة عم يحط كتير بالشغل عم تعطي من حالك كتير وايضا عم شوف انه انت عم تاخد الامور بعفوية عندك يعني عم تاخد الامور اكتر بعفوية عم تخليها تمشي متل ما الله بيريد عم شوف ولكن بنفس الوقت عم شوف انه في عندك خط واضح انت عم تمشي عليه لانه عندك ايضا شخص بيعرف شو هو بيريد فاذا انت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكك تعرف انت شو بتريد من العلاقة ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الامور يعني عم تخليها تمشي متل او تيجي متل ما هي تيجي ولكن يعني براسك انت في داخل نفسك تعرف انت شو بتريد من هالشخص شو بتريد من هالعلاقة خلينا نشوف طاقة الشريك او الحبيب حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه عم شوف متضرر حبيبك شريكك متضرر نفسيا عم يحاول يشافي حاله يداوي حاله نفسيا في عنده حبيبك في مفترق طريق في عنده شيئين لازم يختار منهم شخصين انت العلاقة وعمل وظيفة العلاقة او العائلة في امامه شيئين عم يحاول يوفق بينهم وهو حاليا في متناقض نفسيا او غير قادر على اتخاذ القرار حاليا فهو عم يركز اكتر كيف يشافي حاله كيف يداوي حاله عم شوف انه من ناحية نفسية مشوش عم يحس انه عم يحس بخسارة منه عنا للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك هو عم يحس بخسارة عم يحس انه خسر اشي عم يحس انه خسرك انه خسر العلاقة في عنده مشاعر وحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تدعانه اشتركوا في القناة